هذا هو شكل امامي للراوتر زيصل يأتي بزر WBS وهذا الزر يغايته سماح للمستخدام الارتباط بالراوتر بدون حاجة الى استخدام او معرفة الباسود وهذا هو المطار الخلف للراوتر يأتي بزر التحويل بين الانترنا الداخلية او الهواء الداخلي الجهاز او عند التحويل لهذه الجهاز سيتحول الى الانترنا الخارجية او ربطه به الهواء الخارجي يدعم الـ 4G او 5G اذي يحتوي على اربع انترنات نوع تي اس 9 او هنا منفذان الاول لربطه بالكمبيوتر او حاسب ليعطائه النت او كذلك يمكن الربط مباشرة الـ nano او power beam او اي جهاز رسيفر الانترنت ربطه هنا وسيعطي انترنت للراوتر ويبث اذي يعمل اعمل راوتر طبيعي المنزلي وكذاك عمل راوتر 5G وهذا معرفة اخر هذا يزر USB وهذا منفذ تشغيل او زر تشغيل الراوتر وهذا هو الشاحنة هذه هي قعلة الراوتر او اذي يحتوي على منفذ الـ sim card وهو تأتي بنوع micro sim card وليس كمان يستخدم في الهواتف الحديث والتي هي الـ nano sim card تحتاج الى البيت الخارج المتوسط الذي يحاوله الى micro sim card يتسنى ادخاله الى هنا وهنا يأتي معلومات عن الراوتر عن اسم الراوتر وكلمة السرع عند بداية تشغيله وهنا طبعا يستقبل محاولة ذات 12V اربعة امبير ولا ينصح استخدام محاولة ذات امبيرية اقل لعدم عمله بسرعة قفوة هذه معلومات الراوتر هو 5G ويعتبر اندور اي يقصد انه لا يحتوي على او لا يتم توجيهه على البرج الاتصالات بسرعة مباشرة بل يستخدم في البيت ويمكن ربطه الى انتناء خارجية وهذه موصفات الراوتر هو طبعا 5G NRDL السرعة القصوى هي 4.67 جيجابيتس يدعم ناس اي مودولز واي فاي سيكس طبعا يدعم واي فاي سيكس يمكن معرفة انه يدعم اولا وذلك بوجود هذا الرقم لكن يرفق بـ AX ويسكر على الطبيعي الذي يحتوي على هذا الحرف الحرف الـ AX مع هذا الرقم يعني واي فاي سيكس يدعم واي فاي سيكس طبعا 4 في 4 اي ويمكن اا تحكم به عن طريق الهاتف او عن طريق الموبايل بواسط البينامج اسموه Zysel Air حي تمكنك البحث عنه في ابل ستور او في جوبل بلاي عن هذا التطبيق ويمكن تحكم بسهولة الغرض الدخول الى الراوتر اا الاي بي الخاص به هو واحد تسعة اثنين نقطة واحد ستة ثمانية نقطة واحد نقطة واحد هذه الواجهة رئيسية طبعا يحتاج الى التسجيل الدخول واجهة رئيسية بسيطة جدا ولا تحتوي اي تعقيدات نضغط نكتب الاسوارد الخاص به هنا يمكنك الـ Cork Setup اذا كنت في مرحة تشغيلها اول مرة هنا يمكنك تسمية الراوتر وبسرعة طبعا هناها Setup Connector Connection كذا كيمكن لا نحتاج الى عبث بهذه الامور هنا يمكننا التنظيم بعض المعلومات باسفورد وكيمة السر الى اخره Network setting هنا هاليتريدش ترعى 4G فقط او 4G وال5G او 5G فقط هنا نتنظيم الواي فاي هي مع اسم الواي فاي وكيمة السر افضل افضل تفعيل هذا الوضعه على Both Enabled اذ الهواتف التي تدعمل 5G يمكنها التكنية عليها بسرعة 5G او القريبة اما اذا كانت تغطية بعيدة او الهواتف التي تدعم 5G فيمكنها التكنية الاتصال على 2.4 فبعض الهواتف التي تدعم 5G سيظهر اسم الراوتر ويحتوي على هذا الخيار بالجانب من الاسم اذا كانت اي 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 شيء الا انه هذا الراوتر يدعم 5G والثانبونت باربعة هرتز او جيجا هرتز عفون هنا نتنظيم الاسس اي دي بروتكاست اي ممكنك من خلال الفيحات لديك جهاز تدفاس او عارض يدعم هذا الربط الهاتف فعليه للعارض فيمكن هذا الراوتر الاستقبال هذا الشيء هذا الادفاس اه معلومات عنه عن نوع شانل خاصة بـ 2.4 او نوع شانل خاصة بـ 5 جيجا هرتز او نوع الـ Guest Control Network اللي غارض اي وكأنما جعل الراوتر واي فاي او نقطة اتصال للمستخدمين المؤقتين هذا الـ WBS كما قلنا يسمح للمستخدمين بالارتباط بالهاتف بدون حاجة كبيرون حاجة الى استخدام كلمة المرور ها هنا ها سيكوريتي 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 لا نصح هنا بالعبث بهذا الخيار Advanced Settings هنا الـ One Board كذا في حالة ربط الراوتر وجعله كنقطة اتصال برابطها بالجهاز الاستقبال من الشبكات نانوستيشن أو المايكروتيك اي كراوتر منزلي اتباع كراوتر منزلي هنا نفقة ضرورية وهي ماكفلتر حيث انا قمت بتخصيص فعلت هذا الخيار وفي حالة اي مشترك يريد الارتباط اضغط على المتزاد واذهب الى الهاتف الخاص به وادخل الماك الذي لديه وعطيه اسم معين وهنا عندما اضغط اي واضغط على ساسمح له بالارتباط بالراوتر حتى لو عمل مشاركة كلمة مرور للراوتر اخر او الهاتف اخر فلا يستطيع الاتباط ما دام الماك ادرس غير متابك عندي في الراوتر فلنأتي للسرعة السرعة هو قاتم السرعة هو طبيعية حال بقية الراوترات اذ انه ما دام المصدر يكون متوسط او ضعيف فلا يوجد تحسين كثير فقط او تحسين كبير في الراوتر الا في حالة ربط انتناء خارجية ليس لدي انتناء خارجية لكن هذه تجربة بسيطة اقوى من الموبايل عند استخدامك الايفون او او هاتف سريع مثل سامسونج فلا نعلم السرعة في الراوتر اقوى من الموبايل لانه يحتوي على عند انتناء تستاخلية وعند ربط انتناء خارجية اقوى من الموبايل اقوى من الموبايل وشكرا للمشاهدة اقوى من الموبايل